جيناكم و جينا بالعديد من الفقرات الرياضية و فقرتنا دي فقرة مميزة جدا للناس اللي بيحبوا الهواية بتاعت الصيد في ناس بتشيل مثلا أداة بتاعت صيد خراطيش أو غير من الحاجات وفي برض السفروك خراطيش للصيد؟ بندقية خرطوش اسمها آه اوكي في برض السفروك شو يدخلون في الجو دا ايوه في الجو بعد ذاك في أهلة اسمها السفروك أو أداة خشبية بتكون معقوفة من تحت بيستعملوها هنا في كردفان لهم التحية الليلة فقرتنا في القنص عندنا هواية ممتعة جدا وغريبة جدا نجيد وعندها وقات مختلفة اللي هي هواية الصيد باستخدام الكلاب المدربة على الصيد الكلاب السلوقية وكلاب القنص مع واحد من الهاوين وهو السكرتير الاتحاد العام لهذه الهواية الأستاذ بدر الدين حبابك عشر بن هذا بدر الدين عباس ونسأل خير عليك تسلم يا أستاذ أعطيك العافية ويا أخي يبدو أن المعلومة حتكون التوصيلة المعلومة أنك حتكون سايد أنا هاو يا أتا برندو فعدك حتكوني التعارف الحاصل لنا شنو فأنا إحنا والله حقيقة هي طبعا زي ما ذكرت هي هواية لكن طبعا في العالم كله لو بيشوف هي تحورت لرياضة رياضة ومنديالات وبيكتفافة وغير كده هي الحاجة دي أنا ذكرت في حلقة فاتت إنه دي بدت عندنا هنا الحاجة دي الفراعنة هم أول من مارس الهواية دي بالكلابة الفراعونية اللي هي الكلابة المحلية بتاعتنا داك تعاغب الزمن بيقدت هي متى ما ذكر القنيص يذكر العالم العربي لكن هي تاريخيا معلومة كمعلومة تاريخية تاريخية سودانية نعم فأنا إحنا الحمد لله حصل سوينا لا اتحاد القنص السوداني في ولاية الخرطوم هنا بعدد واحد وثلاثين نادي مارس الرياضة دي ماشاء الله آآ رياضة سنوية اللي هي بتبدأ مع موسم الصيد والقنص آآ اللي هي بتبدأ خمسطعشر طيب نحن دارين تفصيل ايها أيوة تفصيل تفصيل ايها تفصيل تفصيل خمسطعشر او اربعة طيب الشكل العام بتاع الرياضة كيف يعني زول مما يكون دخل وجهز له كله محدد آآ بتكون عاملة كيف كده نتخيلوا ان احنا قاعدين الان في البر او في العراء وشكل الرياضة بيتم ممارسته كيف طيب هي الرياضة دي بتنقسم لي ثلاثة نحن عندنا في الاتحاد بتنقسم منافسات لي ثلاثة اللي هي مهدات الكلاب السلوغية على الارنب البري ودي تبتين في الطبيعة ممتازم دي بتبتين في الطبيعة في مناطق الصيد ذاتة في زمن معين زي ما ذكرت ليك من خمسطعشر عداشر لخمسطعشر اربعة بعد ذلك بيكون الموسم بتاع تزاوج الحيوان آآ وزات الدنيا بتكون صيفة الكلاب ما بتديك الجري والارنب زاتة بتديك جريا بعد ذلك عندنا مهدات الكلاب السلوغية على الطرائد المعلقة اللي هي بتكون في المضامير سباق في المضامير اللي هي بتشوفه يتفاع علاق يعني نعم في امريكا عندهم نزام الفارل على السكة دي الكلاب القريهاون نعم العرب هنا عندهم العلاقة على العربية وده نحن البمارسو نحن ابتدعنا منافسة جديدة هنا في اتحاد القرص السوديني اللي هي مهدات الكلاب السلوغية على الغزال البري اللي هي بنجيبه من البر وبنمشي حتة يعني بنمشي البر ذاته لكن هو بيكون مقبوط اللي هو بتقبط بيموجيب بيموجيب تصديق وبنفكه للكلاب في البر بعد ذلك بيحصل الصبق والجوطة والفايز شي الكاسو والماثوب يتوكل على الله نشوف دي مواصفات او شكل من الكلاب السلوغية الكلب الناس بتشوفه طعيف لكن هو بصحة جيدة ايو بصحة جيدة السؤال السؤال دي يعني ياثر البدلدين مرحبيك هو الحاجة هل الكلاب دي انت تختاروها عشوائيا ولا في اشكال معينة وفصيلة معينة انت بتاخدوها وبتدربوها ولا بتجي جاهزة يعني الكلاب دي سلالة يا استاذة هي الكلاب دي الان هي اصبح السلالة نعم هي ذاتها بقية علم العلم بتاع الديناتكس نعم يعني في كلابنا اللي هي المحلية هنا بنسميها البلدية مش هي بلدية بنقول لها عندنا كلاب حمر كده لو بي صورة لا هنا فدي هنا دي كلابنا محلية كان بمارسوبة ابائنا واجدادنا الجنيس فجات الكلاب اللي زي دي اللي هي كلاب سلوغية عربية الكلاب السلوغية العربية الصرف بعد ذاك في الكلاب ودي دي 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 سرعتها تتنيز بطول القائمة الطويل اللي غدبة مواصفات معينة يعني انا بجيك لي مواصفات دي كلها بعد ذاك في الكلاب هي بقولوا عليها هي الكلاب سريع جدا بسرعة وغاتلة فالكلاب السلوغية هي اساسا هي اتخلقت لي مناخنا دا يعني الكلاب ما نجع عندنا كتير الا حصلت له عملية خلط وده اثر على الاداء بتاعه لا بيكون اجرة من الكلب العربي واقلة من الكلاب لكن ما حيتحمل التقصد بيتحمل المخالضي بتحمل بتستحمل عندنا الجوهي المشكلة انه الان اننا احنا مشكلة احتمال حاجة كلاب بعدين انه ان احنا الكلاب دا انا مشاكل يعني هي نحنا كلابنا المحلية ما عنا مشكلة لكن الكلاب المستورد دي انا مشاكل مشاكل العناية البيطرية وانت يا استاذ بتكون عارف بتكون مرة بالمشكلة دي صحيح اسعار الجرعات الطائرة السماء ايه بقى ستة الف والسعر بالفين ونص ايه الرباع بقى ستة الف ايه والسعر بالفين ونص ايه وغير كده الدوة الجرعة بتاعت القرادة في الظهر وكده فالناس يعني احنا وكد انشأنا الاتحاد كنا ممنين روحنا بيدنيا وردية جدا انه نلقى الرعاية الصحية للكلاب دي لانه انت كلب بتدعب فيه لما نمرض ويموت احتمال التعارف انه الدستمبر الكلب بعده ما بيحيه ولو حيه بيكون مشوه فايتمنين انه زي اهلنا العرب برا ايادات متخصصة فحص دغيغي جدا للحاجة دي التضعيمات متيسرة ايوه لكن انت لو الليلة دار تربي لك تلاتة في البيت هيصرف اكتر من اولادك ميزانية ميزانية التضعيم براو هو مشكلة يعني الكلب بيصرف جرعتين يعني لو بتعارف انت تماما انه في خمسة واربعين يوم وفي ستين يوم يا هات جرعتين ايوه ستة ستة بتاخد السعر لمرة واحدة بيتبقى ميزانية تترف ومن ناحية الغزاء هلفي غزاء معين ترد يكون له والله يا اخي الكلاب الجري دي عامة اعتمادنا نحن في السودان على اللبن تشرب اللبن لكن بتتعاطى البروتين في اوقات يعني بروتين نباتي ولا حيواني ولا مصنع او كيميائي بروتين العادي يعني من اللحم جداد اوقع اللحم احمر لكن بس ما بكون سمين وما حاجة المشبعة البزيز صحة لالنهاية بيبقى بيبقى زي الكلاب بتاعت الزينة دي لازم يكون محافظة على شكله المغزى لده وليا اخته تكون فل بعد داك ان احنا دي الكلاب المحلية هنا بتعتمد على اللبن اعتماد كامل لكن المستورة حسب تربيتها لولا انه تربى بيبقى بروتين وحاجة زي دي فلازم انت تواصل له في السطايله ده طيب انت في بداية حديثة ذكرت انه عندك واحد وثلاثين نادي نادي مقركم وين والله يا اخي نحن اسمعنا لك ده كده انه الموضوع ده ما عنده مقر بواجه مشاكل كتير يعدوا صحة اكيد يعني العدد اللي انت ذكرته عدد ما هي اقوم اقول لك حاجة انا الرافدة الرئيسي للمجلس العليل للشباب والرياضة في ولاية الخرطم انا اكبر اتحات وبدون مقر طيب بدون مقر بدون مقر ضيب الرسالة يعني والله هي الرسالة الرسالة يا اخي ان احنا نظمنا وسكى فده زي ما بقوله نظمنا لا احنا رسالتنا هنا صوت مختلف والله يا اخي اتصل الرسالة جوية وفيها صدق انا لما انتجي تقول انه مثلا اتوفر لينا دار للاتحات ده ليه مدلوله لانه من خلال الدار ده 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 انت بتقدر توصي الرسالة تكلينه من اجل انت انشأت الاتحات المحافظة على يرسل الجدود نشر الثقافة دي للأجيال اللي موجودة ناكيد كبح جماح طرفيه برضو طرفيه الناس بتجلق المكان اللي بتتواجد فيه يعني الليل اتا ممكن الحاجة ده احنا بنتيمها انه انت هل لاسي انا لو قلت لك يا خانو والله يا اخي انا من العام بتاع اتحاد الجنس سلبيان حتقول ليه يجيك وين حقول لك تجيني وين مشكلة صح صح فنضمنا وفترنا فنتمنى انه من هنا والله يا اخي دينا رسالة قوية نحنا على والله نتمنى انه يا اخي عشان ان احنا نقدر نقوم بيدورنا الرسالة في المحافظة على الحياة البرية وتوجيه الجيل الناشئ والمحافظة على رياض طلابة والأجداد انه يا اخي تواجد لينا مقر ويتواجد لينا مدمار عشان نمارس في رياضتنا دي بمواصفات عالمية بمواصفات عالمية وينه يا اخي عشان ان احنا نقدر نقيم الدورات العالمية اللي انه معظم ابطال الدورات العربية بر السودان هم سودانين سبحان الله بعد ده كله هنا ما لاقينا عندي واحدة من المشاكل اللي ادعال نتمنى للمستقبل قريب والعاجل نتحقق فحقيقة لو لو توفرت الحاجة دي انحنا حنقدر نقدي دورنا الرشالة بطريقة يعني انت الليلة لو تواجد ليك دار تقدر تخاطب منه اي جهات ان كانت لكن حتكون انت حد ما قلت لك لا لا بيذن الله يا تعالى يعني اعتبر ان رسالتك وصلت لكل المختصين يعني انت لميت شرايح كثيرة جدا شكل لك أستاذ بدر الدين عباك تسلم يا أستاذة يا خلعتك العافية أنا قايت حاضرة واحدة من ال والله يا أخي من هنا انت يا أخي الأستاذة مع السبيقى زمير ايه فانت يا أخي موجه لك الدعوة الوافتوحة يا أستاذة وان شاء الله تكوني موجودة بيننا في برامجنا وانا متأكد يا أخي ان كنت هم حاجة الكلاب دي بتعضي لا حتستمتع جدا بوجودك بيننا يا أخي وكتشاركين وانا اعطيك العافية سيد الدرين عباس شكرا لك جدا لوجودة الفقرة دي وان شاء الله هتكون الحلقة موجودة على المنصات التواصل الناس العزيز يستفيد من الموهبة والهواية دي نتواصل معه وحنخلي كل التواصل موجودة ان شاء الله في الصفحة نحن هنطلع فاصل قصير وبعده نرجى نتواصل كنتم تابعين حضرة المساء على قناة الهلال اكي